هذا تبين على أن ما حصل عليه الآن إيمانويل ماكرون من خلال المحطة الأولى والمحطة الثانية إنما يتبين أن هناك غياب شبه إجماع على الرجل وعلى برنامجه وهذا يتبين كذلك من خلال نسبة الممتنعين ومن خلال الأوراق البيضاء وبالتالي نقول بأن برنامج سيد الرئيس إيمانويل ماكرون وما الأوراش الذي فتحها خلال الخمس سنوات السابقة لم تصل إلى الطموح الذي يطمح له الشعب الفرنسي وإلى المستسادي الدستورية وكل مكونات دي المجامعة على الاعتبار أنه أخطأ في بعض الأوراش وخاصة منذ توليه الحكم عن طريق إصدار ما يمكن أن يلغي الضريبة على التروى وهذا كان شمئزاز وامتناع من الطيار اليساري بشكل عام كما أنه من جانب آخر عامل على تخفيض المعاشات أو النسبة التي تتحول إلى إنعاش السكن أو ما يسمى بالسكن الاقتصادي وهذا كان من شأنه أن يجعل من سيد إيمانويل ماكرون أن يكون في خانة رئيس للأترياء في الوقت الذي كان عليه أن يكون رئيسا لكل الفرنسيين ولكل مؤسسات دي الدستورية من هنا أعتبر بأن هذه النتيجة 58 وإن كانت لم ترقى إلى المستوى الطموح لسيد إيمانويل ماكرون ومن معاه وكل معاوين معاه ولكن أعتبر بأن هذه فرصة من شأنها أن يصحح هذه الخمسة سنوات المقبلة من جاء الفرنسا ذلك الفرنسا الورش المفتوح التي تفتح يدها لالتحاد الأوروبي ولفوقري وكذلك لكل شركائي منهم إفريقيا جميل لماذا اليوم نحن أمامه قد نقول سيبود أغلبية ولكنها أغلبية صامتة إذا ما قمنا بعملية حسابية وشمعنا الأصوات من ممتنعين إلى رافضين إلى أصحاب بطاقات بيضاء سنجد أن بالفعل بلغة الأرقام هناك أغلبية صامتة ولكن هل هي صاخطة على ماكرون ولوبين وماذا لو كان المترشحون الذين خرجوا في الدورة الأولى زيمور وآخرون قد وصلوا إلى هذه المرحلة هل كانت ستتغير الخريطة السياسية الفرنسية بمعنى آخر لو كان القانون يسمح بصعود ثلاثة